تعالوا نشوف المواجهات بين نادي الأهلي والرجاء ونستعرضها مع حضراتكم ونتكلم مرة تانية يالله بين ماشي نادي الأهلي ونادي الرجاء اتقابلهم لا أنا كده تسع مرات ونادي الأهلي فاز يعني أنا شايفه مرتين أنا على الشاشة بعيدة عني أجل وتعادوا الأربع مرات والرجاء كسب مرتين بار لا تلت مرات الرجاء كسب تلت مرات فوز مرتين للأهلي الرجاء كسب تلتة تعادوا الأربعة زي ما احنا هايدين هزيما طبعا هنا تنين الرجاء تلتة الأهلي ليه 13 على 11 والرجاء ليه 11 عليه 13 يعني الأهلي كان متفوق هجوميا على نادي الرجاء طيب ماشي اللعبه تسع مرات والاهلي فاز ثلاث مرات والرجاء فاز اتنين اه ده المجمل وتعادله اربع مرات ولكن اللي احنا عايزين نقوله ان الماتشات دي بتبقى صعبة جدا 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 الماتشات دي احيانا ما بيبقاش فيها كورة احيانا بيغلب عليها الطابع التكتيكي شوي احيانا ما بتلاقيش ان الاداء على نفس المستوى اللي احنا بنأمله ولكن احنا اللي نتمنى النهاردة لان المباراة مش هتخلص النهاردة يعني فيه ناس كتير بتقول لي ان الاهلي ممكن يخلص الجيم النهاردة لا يعني حتى لو النادي الاهلي من وجهة نظري كسب مكسب النهاردة مريح المكسب مريح بالنسبالي نهاردة ممكن تكسب اتنين ممكن تكسب تلاتة يعني يديك طمقنينة شوية ويخلي الضغوط تروح على الرجاء قبل ماتش العودة ولكن انا برضو يعني سفارة النهاية في الماتش التاني هي اللي تحسم الامور مش ماتش النهاردة ده من وجهة نظري انما من وجهة نظري الاخرى برضو ان انت لازم تكسب النهاردة مكسب يطمنك شوية يطمنك شوية ماتش العودة ماتش العودة حيتلاعب في ظروف صعبة انا بقول من دلوقتي ماتش العودة حيتلاعب في ظروف واجواء صعبة جدا 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 فلازم النهاردة يبقى المكسب ان شاء الله بعوني الله ان شاء الله المكسب يبقى مكسب مريح بعض الشيء المريح بعض الشيء ده بقى يعني بتتفاوت ما بين واحد والتاني اللي يقول لك اتنين اللي يقول لك تلاتة انت حينما تبقى كسبان واحد وتعدي الماتش اللي بعد الله يعني كل من بورا لي هزروفها ولكن المدير الفني مستر بيسو مسماني اكيد دارس نقاط القوة والضعف في الرجاء المغربي واكيد طبعا رشيد التوصل مع الرجاء شايف كل نقاط القوة ونقاط الضعف للنادي الالفة الكل عامل حساب الآخر واللعيبة عارفة بعض كويس قوي يمكن النادي الرجاء مش هو نادي الرجاء اللاب الاهلي في السوبر من كام شهر لكن حصلت تغيرات كتير جدا جهاز فني ولعبين وطريقة لعب حتى طريقة اللعب اللي الرجاء كتربعة اثنين تلاتة واحد بقت تلاتة اربعة تلاتة في المباريات الخارجية وبعض المباريات اللي على أرض وثلاتة اربعة تلاتة مع الفرقة القوية فالشكل العام تغير بعض اللاعبين تغيرات مركزة بعض اللاعبين استبعدوا بعض اللاعبين جم فالأمور النهاردة ممكن ما نشوفش مباراة حلوة ممكن نشوف مباراة بيغلب عليها الطبع التكتيكي شوية ولكن نتمنى النهاردة ان النادي الأهلي يظهر بشخصيته ترجمة نانسي قنقر